لقيت الودي ابني جاي يقول لي يا ماما هو انت لي مش بتعملي اكلات شتوية قلت له انت عايز اكلات شتوية يعني هتستحمل الاكلات الشتوية قال لي او هستحملها ودخلت على المطبخ وقلت انا لازم ابهر الودي دوت وعمل له اكلة شتوية من زمن الزمن تعالي نشوف الاكلة الشتوية بتاعتنا النهاردة هنعملها لزي بطريقة سهلة وبسيطة وكمان طعمها يجنن هنسمي اللي ونصلى على الرسول علي افضل الصلاة والسلام اول حاجة نزلت على الجزور وجبت معايا نص كيلو من اللحمة الموزة ودخلت بقى على المطبخ بتاعي وقلت ان لازم ابهر الودي دوت وابهركم انتو كمان بالاكلة الشتوية اللي انا هعملها حطت حل على النار ونزلت باللحمة بعد ما المياه خدت الغلوة الاولانية مش هحط اي اعشاب خالص دلوقتي وهقولك هحطها امدى بعد كده حضرت معايا بتنجانية رومي كده حلوة وجميلة وزي العسل همسك البتنجانية وقطعها نصيا وبعد كده كل نصها هقطعه شرايح بالشكل دوت كده هسكت لا مش هسكت هجيب النص اللي انا قطعته وقطعه صوابع كده في الوقت دوت بقى هقولك ما تنسيش تحط اللايك بتاعك وتقوليلي بتتفرج علي منين يسكت الكل وايه الاكلة الشتوية اللي مشهورة عندك في البيت بتاعك بعد كده جبت قرن فلفل وفتحته كده من النص وشقته من فوق هبدأ اللي انا احمر البتنجان في الوقت دوت كده اعلقت البتنجان باللحمة المسلوقة هقولك كل حاجة ومش هخب عليك اي حاجة من هنا ورايح بس تركزي بس معاي هنا جيت عشان اشيل الريم بتاع اللحمة لقيتها الحمد لله مش عاملة لحق ريم خالص هحضر بقى معاي بصلاية ورقتين من ورق اللورة فصين من الحبهان المفتوح وكمان معاي عود من القرفة نص طماط مية كنت مقطع طماطم عشان هضربها في الخلاط حطيتها في شفشق الخلاط وحطيت عليها شوية من مية اضرب اضرب كله في الخلاط وبعد كده هنصفيها لان الاكلة بتاعتنا لازم تصفي الطماطم حضرت بقى معاي بصلاية وهبدأ الي انا قطع البصلاية حجم صغير مش عايزة قطعها في الكب انا عايزة استمتع كده بطعم البصل وانا مقطعها بالسكينة مش هياخد مني وقت خالص بصلاية حلوة كده حجمها ايه مش كبير اوي مش صغير اوي عارف البصل غالي بس ربني يعينه في الوقت ده وتجيب بقى معلقة من السمنة البلدي لان اكلتنا النهاردة لازم سمنة بلدي ولو مش موجود يبقى مفيش مشكل جبت بقى حزمتين سبانخ والسبانخ من الاكلات الشتوية الاصيلة اللي ماينفعش كده مايتفقش عليها تنين لازم كلنا نكون متفقين عليها بدأت الي انا بقى اعمل ايه انا اضافها كويس جدا ولو فيها اي حاجة لونها صفرة دبلانة مش عارفة ايه ابدأ الي انا اشيلها جبت بقى طبق بتحط تحتيه مصفة مصفة وتحتيها طبق وبدأت الي انا احط السبانخ جواه وجبت معايا كمان حزمتين واحدة شبط واحدة كزبرة اطعت العروج بتاعتها اللي فوق وهبدأ بقى لانا اخسلهم كويس جدا مرة واثنين وثلاثة واربعة وشيليهم من المياه ما تصفيش المياه وهي في الطبق فهم قصدي يعني السبانخ او اي خضار انت بتخسليه ورقيات شيلي الخضار من المياه ما تصفيش المياه وهي في الطبق علشان خاطر بيكون فيه تينا كتير في الورقيات دي بسلتهم كويس جدا مرتين تلاتة وبالخلي كمان وخليت الموضوع تمام بدأت بقى اللي انا اطحهم قطع صغيرة زي ما انت شايفة كده وطبعا البصلاية معايا على النار صليتي على الرسول يا سيت الكل طب يلا صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام واعملي منشان بقى لحبيبتك اللي بتموت في السبانخ واللي مش بتحب السبانخ اعملي لها برضو منشان عشان خاطر تتدايق وهي تتفرج على السبانخ هنا البصلاية كانت معايا تمام وزي الفل كده بدأت اللي هي تتبل معي نزلت بعصير الطماطم وهنزل بالسبانخ الكمية مش كبير كل دوت هيغبط دلوقتي من البخور نزلت بالسبانخ كلها وكنت محضرة معايا معلقتين كبار من الرز المعلقة العادية بتاعة الاكل خدت منها معلقتين غسلتهم وبدأت نزلت بيوم على السبانخ واحط حوالي كده ثلاث او اربع مغارف من الشرب وغطيها لحد ما تهدى كده شوية والسبانخ ايه تهبط شوية يعني الكمية تقل شوية زي ما انت شايفة كده سبتها المدة ديتين ثلاثة على النور هغطيها بقى واسيبها تعيش حياة بسم الله ما شاء الله دخلت في السواء هحط لها ملح وفلفل اسود مش هزود اي حاجة تاني لاني لسه هعمل لها طش بعد كده بقى نعمل شوية لسان عصفور يستهل بوقك طبعا هتحمري المكارونا عادية خالص لسان عصفور هو المكارونا لاني بتسيل عليه كتير جدا ايه لسان العصفور دوت حبايب قلبي اللي الدول العربية بيسألوني كتير هي زي المكارونا بس حجمها صغير زي لسان العصفور كده عشان تعملي بقى لسان عصفور مظبوط ويطلع معاك حل ادفل نور عليه اول ما ياخد الغلوة الاولانية لو انت حط الميا او الشربة سخنة ادفل نور على طول اول ما تاخد الغلوة لو لسه معاك ما غليتش يبقى سيبيها لحد ما تغلي تمام كده اول ما تغلي تدفل نور واتغطي الحل هتطلعي احلى شوية لسان عصفور طعمهم يستهل بوقك عايز اقولك كمان اعملي كمية قليلة مش شرط تعامليها ودخليها التلاجة لا اعملي الاكل اليوم بيوم وبيكون طعمه الاز واحلى بس طبعا في اكلات ممكن تزودي منها الكمية وتعمليها تقعد معاك لتاني يوم يعني بس بعدي بعيد عن اللسان العصفور بعد كده عملت شوية رز بقى بالشعرية يستهلوا بوقك فاكرة بقى البتنجان اللي احنا قالينا مع بعض هاتيه هاتي عليه معلقة هريسة الفلفل الخضرة او الحمرة ايا كان حمرة او خضرة بعد كده معايا ست فصوص من الطوم المفروز حلوى المفروز دي حطيت عليهم بقى ملح وكمون وكمان عصرة لمون وشوية خلوه قلبت كله مع بعض وبقى معايا شوية بالتنجان مخلي التعموم يستهلوا بقى في الوقت دوات السبانخ خلاص كانت معايا كده تمام وكمان اللحمة كانت تمام اوي كانت استوت معايا هنزل باللحمة تاخد غلوتين تلاتة كده من طعم السبانخ وكمان نعمل بقى شوية طشة كده للسبانخ طعمها حكاية اسمعي كده معايا طشة زي بتاعة الملوخية بالزبط طوم وكسبرة ومعلقة صغيرة من السمنة نغرف بقى الاكل بتاعنا وندوى الوقت بقى الاكل الشتوي ويقول لنا رأيه كمان وانت كمان يلا بصرع عملي الاكلات الشتوية الجميلة اللي كلنا تربينا عليها الرز والخضار حلو جدا لو هتعمليه مرتين في الاسبوع حاجة مفيدة للولاد وعوديهم من زغرهم اللي هما يأكلوا الاكل دوت يبقى طعمه حلو جدا مهما يتمر علينا الايام ويطلع اكلات جديدة برضو بنرجع للأكل الجميل بتاعنا اللي هو الرز والخضار الله بقى شوية رز على السبانخ كده طعمهم حكاية مع شوية شربة يستهلوا بقى تعالي كولي معايا بقى حطتي اللايك طب يلا حطي اللايك بتاعك وما تنسيش تصلي على الرسول في الكومنتات بحبكم في الله وسلام عليكم